بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة الرابعة تتمات ثلاث بدأنا همزة الوصل والقطع بمقدمات ثلاث ونختمه بتتمات ثلاث التتمة الأولى حركة همزة الوصل عند البدء بها وقد أسلفنا أننا عندما نبدأ بهمزة الوصل فإننا نقطعها إذن بما نحركها هل نحركها بالفتح أم بالضم أم بالكسر وما هو معيار ذلك ونشاهد أنها تحرك بالفتح أحيانا كما تحرك بالضم أحيانا كما تحرك بالكسر أحيانا ولنشاهد ذلك واحد تحرك بالفتح في أل التعريف فقط فنبدأ الرحمن الرحيم الحمد وقس على ذلك اثنين تحرك بالضم بالفعل المضموم ثالثه ضما لازما فنقول أدخلوها أخرج منها مذؤوما مدحورا إذن عندما يكون الحرف الثالث مضموما فإن همزة الوصل عند البدء بها تضم تبعا للحرف الثالث ثلاثة تحرك بالكسر فيما عدا ذلك فنقرأ اذهب ابن مريم ملاحظة الفعل المضموم ثالثه ضما عارضا تكسر همزته فنحن عندما مررنا على الفعل المضموم ثالثه ضما لازما قلنا إنها تكسر قلنا إنها تضم أما إذا كان الفعل المضموم ثالثه ضما عارضا فإن همزته تكسر عندئذ وقد وقع ذلك بخمس كلمات في القرآن الكريم هي قوله قضو فامشوا ابنوا امضوا اؤتوا فإن هذه الأفعال تكسر همزتها عند النطق بها فنقول اقضوا امشوا ابنوا امضوا ائتوا وقس على ذلك أيضا والثانية التتمة الثانية اجتماع همزتين في أول الكلمة إذا اجتمع في أول الكلمة همزة الاستفهام مع همزة الوصل بالفعل حذفت همزة الفعل كما في قوله تعالى سواء عليهم أستغفرت لهم فكلمة أستغفرت لهم اجتمع فيها همزة الاستفهام الداخلة على الفعل استغفر ومشاهد أن همزة استغفرت همزة وصل كما يلاحظ أن همزة الاستفهام همزة قطع فاجتمعت همزة الاستفهام مع همزة الفعل فحذفت همزة الفعل وبقيت همزة الاستفهام ومثله قوله تعالى قل أتخذتم عند الله عهدا ومعلوم أن الفعل اتخذ همزته وصل ودخلت عليه همزة الاستفهام وهي همزة قطع فحذفت همزة الوصل وبقيت همزة الاستفهام هذه واحدة والثانية إذا اجتمعت همزة الاستفهام مع أل التعريف ففيها عند حفص وجهان وقد وردت مع همزة الاستفهام بمكانين اثنين من القرآن الكريم كلمة الله وكلمة الذكرين أما الوجهان عند حفص فالأول الإبدال فنقرأ الذكرين حرم أي نبدل همزة الوصل حرف مد ونقرأ الذكرين الله أذن لكم ويسمى مد الفرق والمكان الثاني أو الوجه الثاني وهو التسهيل بين الهمزة والألف فنقرأ همزة الوصل وسطا بين الهمزة والها فنقرأ الذكرين الله أذن لكم التتمة الثالثة وهي لفظ لام الجلالة أي لفظ لام لفظ الجلالة وهي اللام الوسطى فهل تفخم أم ترقق فيها وجهان أولا التفخيم إذا أتى قبل لفظ الجلالة فتح أو ضم فتقول هو الله ولا تقول هو الله وتقول أتى أمر الله إذن هذا هو التفخيم لأن ما قبل لفظ الجلالة في المثال الأول الواو مفتوح وقبل لفظ الجلالة في المثال الثاني الراء مضمومة فتفخم لام الجلالة اثنين الترقيق إذا أتى قبل لفظ الجلالة كسر فتقرأ بسم الله لأن الميمة مكسورة وقس على ذلك والحمد لله رب العالمين